السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن ترجمة الجمل الاستفهامية نرجع ونبه ونقول أهم شيء بالترجمة هو المسج أهم شيء بالترجمة هو الميننج بتاعت الجملة أهم شيء إحنا لازم ناخذ الميننج ولازم ما ننسى ما نريد نترجم دائما نسأل نفسنا إحنا نقول هيتش باللغة العربية إحنا نقول هيتش باللغة الإنجليزية يعني لازم أراعي اللغة المستهدفة ضروري جدا الآن عندي جملة who took my gun من أخذ مندقيتي ليش حقنا هيتش لأن احنا دائما متعودين نقول هيتش باللغة who took my gun who broke the window من كسر النافذة من كسر النافذة طبعا ماضي من كسر النافذة who is he like الآن هو من هو يشبه لا يشبه من هو ليش لأن إحنا نقول هيتش باللغة العربي يشبه منه يشبه من هو who does he look like يشبه من هو طبعا نفس الشيء نفس الشيء درجتنا مضارع مفرد طالما هي مضارع مضارع بسيط أو مضارع مستوى فهي نفس الشيء مضارع بسيط للصيغتين فهي نفس المعنى الآن عندي who or whom عندي who did he pay did she pay لمن دفعت لمن دفعت طيب who did you fight with حسب الجملة وحسب الجملة وحسب الجملة أو شجر تجيبه معنا يشجر طيب كيد حسب الموقف اللي انت موجود بي who did you fight who do you want do you want to speak من تريد التحدث معه إذن شوفوا 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 تغير المعنى من تريد التحدث معه لماذا استخدمناها بصيغة مختلفة حسب الجملة وحسب السياق حسب الجملة وحسب السياق عدنا who's بندقية من هذه ما رح أقول لمن هذه البندقية دائما نحن هيوش نقول بندقية من هذه what did you do that for which of your sister is oldest من أكبر أخواتك سنن أخوانك والآخرين الآن which معناها أي أي الأخوات هي أكبر هيش معناها ولكن الترجمة الحرفي ولكن الترجمة الحقيقية من أكبر أخواتك سنن which university did he go to بأي جامعة التحقت يا جامعة أنت ذهب ورحت لها هيتشينغل ذهبت لها يشح عن ترجمة هالحرفي ولكن الترجمة الحقيقية لها بأي جامعة التحقت بأي جامعة التحقت عدنا أيضا ترجمة أسلوب التعجب how old is he ما عمره ما عمره طيب how old how old he is يا له من شيخ طاعن شوف الفرق how old is he يعني معناه كم عمره يعني أنا دا سهل عن عمره بس من قلت how old is he وعلامة تعجب يعني أنا متعجب يا له من شيخ طاعن الآن لو قلت يا له من عمر كبير أو يا له من شخص كبير معناه ما رح يكون حلو جميل ما رح يكون المسج ما وابحة فلازم أقول يا له من شيخ طاعن وحنا نعرف يعني شيخ طاعن يعني معناها يعني شخص كبير بالعمر وتعبان what a beautiful hair that girl that girl has كم هو جميل شعر تلك الفتاة الآن عندنا هاز يعني يملك أنا أصلا ما ترجع بناه كم هو جميل شعر تلك الفتاة الآن هل المعنى هو هاي البنية عدها شعر لوجه ابنية ما عدها شعر لا المعنى أنه أنا قاعد أمتعجب على جمال هذه الشعر هذه البنت فأرح أقول كم هو جميل شعر تلك الفتاة what a fool a fool he was to reject that of her يا له من أبله أن يرفض ذلك العرض يا له من أبله أن يرفض ذلك العرض what ما ترجمناه أصلا ما كوات ما كوات يا له من أبله إذن ليش قلناه لأن إحنا ريد الميننج إحنا ريد ما يقابل ريد الإكوفلنس ريد ما يكافئ اللغة الأخرى how great my surprise was when they was engaged كم كانت دهشتي كبيرة عندما أعلنت خطبتها من دهش متعجل كم كانت دهشتي كبيرة عندما أعلنت خطبتها عندما أعلنت خطبتهم عندما أعلنت خطبتهم عندما أعلنت عندما أعلنت خطبت لا ما عندي أعلنه ما كو عندي أعلنه أعلنت ما كو بس أنظفتها ليش حتى أجيب الإكوفلنس مات الجملة هاي الجمل أظل يعيد بيهن مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وأظل أسمع من عدوهم وأتعرض على جمل كثيرة جدا الحالي أنا راح أقوم أقدر أترجم كم سنضحك عند عودتي شوفهناش كبره يقول شلون إحنا راح نضحك من يرجع هو بدل ما أعيد كم سنضحك أنت عودتي كم سنضحك عند عودتي what a charming sal يا له من منظر ساحر ما عندي ساحر أصلا معناه ما عندي كلمة ساحر أصلا يا له من منظر ساحر طيب how precious يا للغرابة what a fun يا لها من متعة what a fun يا لها من متعة شوف may I be there to see كم أتمنى لو أن أكون هناك ما يحدث مورا ما يحدث أن أكون موجود هناك طيب هاي الجمل نعيد بيهن ونتدرب عليهم نسمعهم مرتين وثلاثة وأربعة نقراهم بالإنجليزي بدون ترجمة ونجيب ترجمتهم العربية نقراهم بالعربية ونرجعهم منها بالإنجليزي نتدرب عليهم فات مارتين الثلاثة وأربعة وخمسة وستة هذا الشي راح يقوّع عندنا الترجمة راح يقوّع عندنا استخدام الجمل راح يقوّع عندنا النظام بتاعت اللغة العربية واللغة الإنجليزية وبذلك احنا راح نقدر نترجم شوية شوية ومرور الوقت راح يتغير مستواكم بالشكل كبير جدا اشتركوا في القناة